ضمن الانشطة التوعوية التي يقوم بها اعضاء الجمعيات المدنية هولى التوعية ضد فيروس كورونا والوقاية منه استهدف عضاء الجمعية من عجل الدفاع عن حقوق المستهلكين طلاب جامعة جمينة فرع تكرة لتوعيتهم هولى ضرورة احترام الاجراءات الاحترازية والتي تعتبر ضرورية بالوقت الراهن نائب عميد كلية اللغات والاداب والفنون والاتصالات الدكتور يوسف محمد قجة رهب بعضاء الجمعية ودعى الطلاب الى الاصغاء الجيد لرسالة الوفد اما الامينة العام للجمعية داود الهاج ادم قال ان فيروس كورونا المستجد ما زال يشكل خطرا كبيرا لمجتمعاتنا وذكر الطلاب بضرورة لبس الكمامة وغسل الاجدي اضافة الى البعد الاجتماعي فالطلاب هم قادة الغد ويجب عليهم احترام الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اما ممثل لجنة ادارة الازمة الصحية الدكتور محمد فضة جراب شكر عضاء جمعية الدفاع الحقوق المستهلكين على هذه الخطوة ويؤكد ذلك اهتمامهم بحياة اخوانهم وابنائهم طلاب جامعة جمنة وان كوفيد 19 ازمة حقيقية يعيشها العالم الان لذا احترام الاجراءات الاحترازية يأني الاهتمام بحياة بعضنا البعض اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة